جزاكم الله خير وأحسن إليكم أيضا يقول شيخ صالح قرأت في الفقه أن الخضروات والفواكه ليس فيها زكاة وهو قول الجنهور وقال الإمام بن القيم لم يكن من هده صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخضروات وسمعت قولا بوجوب الزكاة في الخضروات وكذلك زكاة العسل قال الإمام البخاري لم يثبت في العسل حديث يدل على وجوب الزكاة وقال ابن المنذر ليس في العسل زكاة وهو قول الجنهور أرشدوني جزاكم الله خيرا نعم هو كما تفضل السأل المسألة إذا خلاف من العلماء في وجوب الزكاة في الخضروات بعضهم يرى أنها تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنبقوا من طيبات ما كسلتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والجنهور على أنه لا زكاة في الخضروات لأن الزكاة إنما تجب فيما يكان ومدخل قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة والوسط ستون صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الزكاة فيما يكان وكذلك العسل الخلاف فيه مشهور بين أهل العلم منهم من يرى وجوب الزكاة فيه لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يأخذ الزكاة من العسل ومن العلماء من يرى أنه لا زكاة فيه كما ذكر السائل في المسألة الخلافية وإذا احتاط الإنسان وأخرج عن العسل زكاة أو أبرو لذمته ترجمة نانسي قنقر شكرا